السلامة المرورية أمنية رفعة وهو حاضر يستند إلى ماضي مشرف في قطاعات عديدة من بينها المجال المروري الإدارة العامل المرور تسعى في تطوير رجل المرور من خلال تعامل مع الجمهور من خلال دورات التعامل مع الجمهور من خلال طبعا إحنا استحداث أحدث تقنيات تكنولوجيا تنفيذ القانون على شبكة الطرق في مملكة البحرين وهذا كله يصب في طبعا المحافظة على أرواح سواق مستخدمين الطريق رجل المرور بيكون صديق للمجتمع البحريني وهو طبعا خلال عمله يتعامل مع ظروف مناخية مختلفة من خلال ظروف جوية باردة حارة راطبة منطرة هذه بيكون رجل المرور دائما متواجد ولا كل التحية في مملكة البحرين تمكنت الإدارة العامة للمرور من تحقيق إنجاز رئيسي خلال العام الجاري من خلال خفض الوفيات الناتجة عن الحوادث بنسبة 40% وخفض عدد المخالفات 50% كما تعمل الإدارة على تفعيل الخطط الخاصة للتقليل من نسبة الحوادث المؤدية إلى الوفاء من خلال برامج خاصة لرفع الوعي لدى مستخدم الطرق جاء استحقاق الإدارة العامة للمرور لجائزة الملتقى الحكومية الثاني 2017 لأفضل الممارسات الحكومية إنعكاسا لتطور الحاصل في الأداء الميداني والخدمي حيث تم تحويل العديد من الخدمات إلى إلكترونية ويتم إجراء حوالي 10 ألاف معاملة يوميا بينما يقترب عدد المركبات المرخصة والمستخدمة على الطريق من 700 ألف تسعى الإدارة العامة للمرور ببعض خطة استراتيجية لحماية المرتادين الشوارع الرئيسية والطرق الفرعية طبعاً بقضع خطة استراتيجية لحماية الأرواح والممتلكات التي على الطريق طبعاً في يوم الشرطة نحن بدورنا نكثف الدوريات المتحاركة على الشوارع الرئيسية وضبط المخالفات السلوكيات الخاطئة بلا شيء من ذلك طبعاً الشوارع الرئيسية مزودة بالكاميرات الأمنية أيضاً الدوريات مزودة بالكاميرات الأمنية وعلى مدار 24 ساعة وعندنا حتى الموظفين موجدين 24 ساعة من رقابة الشوارع والكاميرات وأيضاً عندنا الدوريات المتحاركة على الشوارع من لحظة تلقي البلاق تكون الدورية قريبة من الموقع من وزعين على حسب المحافظات وأيضاً عندنا الخط الصاخن حق المرتادين الطريق لما يشوفون حادث أو تعطل في الشارع نفسه يدرون يتعاونون معنا بالعكس نحن راحباً بتعاون الأخوال السواق المرتادين الطريق تبقى الإنجازات جزءاً من مسيرة العطاء ويتواصل الإصرار على أن يكون الغد أفضل والمستقبل أروع فالبحرين تستحق الكثير ترجمة نانسي قنقر